اشتركوا في القناة تقريباً تسعين بالمئة من حالات العيادة هي حصوات الكلة قلت لنا الدعامة هذه ما تعور قال تجربت هيك أنا عندي مشكلة مع شخص واحد اللي هو الحواي ايقعد ايقعد الذيتنا مقدر نطالع تفزون ايقعد ايقعد خلاص 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 رايح 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 ايقعد خاصري تتعور اني خاصر اتبحتني حط عله خاصرتك زيتون حار وامور كثير طيبة خالتي مكيه انت شنون زيت زيتون صلاة عالا حاط عايز زيتون اه 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 ام زيني شرايكة نروح اله لا لا تقولها هاهاها أقولها قولها 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 و سيخطفك أنت موان أعد المعلوماتك إذا أنا قلتها سيخطفك أنت إيه صح صح كلامك طبيب أهلا أنا آسف أنا مضطر يا ضاحب الجنين وأطلع كل شي ما تحتاجه داخل بطنك أنا شفي دكتور إحنا لازم نحفر بالمنظار إحنا عندنا منظار بشار بلا منظار بلا يا غشمرة بايخة بشار مادني دكتور دكتور بشار سستر حسن هل تحصل في اليابان؟ أنا أسمعت أنا أسمعت عن هذا الموضوع هذا بلسكتك أترى مستعك الله بالخير دكتور محمد ونورتنا بالبرنامج مستعك الله بالنور دكتور محمد أنت اختصاصي جراحة كله مسالك بولية ومارست الطب في هذا المجال المهم من الطب لمدة بعيدة أكيد مرت عليك حالات لمرضة ما أخذوا رأي طبيب متخصص راحة واخذوا رأي طبيب الدوانية طبيب الدوانية هو شخص يقعد بالدوانية يحب يفتي في جميع المجالات منها الطب ونما يفتي فتاوية مزينة يعني يودي الناس بداها يعني هل مرت عليك حالة تحب تذكرها تشاركها مع المشاهدين لمريضة أو مريضة سمع نصيحة الطبيب الدوانية وتدهورة حاته الصحية؟ والله دكتور عبد الرحمن تكلم عن قصة كل يوم بالعيادة أنا عندي مشكلة مع شخص واحد اللي هو الحوايي هم يعتبرون أني أنا حوايي أو دارس العطارة أو دارس الأعشاب دارس كل يوم بالعيادة شن لازم أكل شن لازم أشرب شنو الدوان اللي يدوا بالحصوة اشرايك بها العشبة ويوريك صورة العشبة اشتراني الشيء ما أنا ما درسته الشيء اللي درسته هو الشيء اللي أنا عليه تجارب وعلي توصيات طبية عالمية ممتاز يعني أكثر شيء يذيب الحصوة عند عموم الناس والدواوين وهو الماي البقدونس المغلي أنا أولا ما رضقته صراحة وهل مر عليك مريض؟ وايد عطنا قصة مريض أنا عندي مريض كان عنده حصوة قياسها أربعة ملي طبعا الله خالق الحالب ستة ملي عرضه فأربعة ملي متوقع أن هذه الحصوة ممكن أتعدي بدون عملية هذا المريض كانت مسببة لآلام فقلت له يا طويل العمر هذه الحصوة فيها علاجات معينة أعطيك هذا الدوا وإذا ما نفع أسوي لك منظار بطريقة سهلة وبسيطة يعني قصتي مو بشكل عاجل الحبيب يبي يسافر بود عياله دولة قريبة قال لا أنا بسافر إلا أسافر إن زيني والحصوة لا لا أنا سامع الشباب الدوانية قالوا في دوا وحده بوحده شلو هو ما يلبقدونس المغلي ويقول رحت مع الجمعية هذا العطار وخذيت طبعا نسلم على الحواين كلهم حما يبني يعني أنا أروح أقرأ الطار بس في شيء عيب بالموضوع راح سافر وكان يأخذ من ماء البقدونس والشعير أظن منه أن هذا الشيء راح يذوب الحصوة طبعا هناك الله وكيلك الحصوة سدت الحالب ويطيح من حيله ولو أنا سعياله بالسفرة وراح للمستشفى ودق عليه من هناك ثرانا سويت عملية طارئة دعامة وبعدين شاله والحصوة قلت لعملتك عندنا كانت بشكل مبسط وكان ممكن ما تروح للعملية لكن هو شوف دكتور درحمان أهمى دائما أنا مالوم الناس دائما يقول أبي شيء طبيعي أبي أعشاب يمكن المواد الكيموية الضرني يعني في البداية أصلا الأدوية شنو أصلها أصلها مواد طبيعية تم تطويرها وضبط الجرعة وضبط الجرعة وتم تجربتها وهذا دورنا دكتور محمد إحنا دورنا مثل هالبرامج التوعية للمرضى يعني أساس لا يسمع كلمة من هنا وكلمة من هنا يقع أنه وصل للي بيته بمعلومة طبية صحيحة منطلقة من تجارب والتجارب هي من دراسات الطبية هو دائما يقولك شنو؟ يقول لا لا أنتم ما تحبون الطب الشعبي لأن هذا رح يكسر سوقكم والله بالعكس هني وعافية عليك أي شيء تبي تسوي بس إحنا درسنا علشان نعطيك معلومة مبسطة لشيء جربوا الناس وجربواه علميا وقارنوا المرضى اللي يخدوه والمرضى اللي ما أخدوه يبقى أخذ الشعير واخذ ما يبقى دونس بس لا تعتقد أنه راح يذوب الحصوة مثلاً هذه كلها تكرارة الرحمن تدر البول تكرارة من خل البول يدر وممكن تنزل الحصوة بس ما تدوبها إذا الحصوة كبيرة وقع ترفع وظائف الكلة لازم نشيلها بمنظار ولا المريض راح يتخلق سمح الله فشل كلوي فيعني هذا من القصص اليومية يعني ممتاز دكتور محمد أبي أرجع حق مريضك مريضك اللي سوى العملية وأس الله يشافيه ويعافيه يا رب ويشافيك المريض بعد ما أخلص ياك العيادة قال لك دكتور محمد أنا الحمد لله سويت العملية وموري الحين زينة هل في خطة أكل أو علاج أو خطة متابعة عشان ما تتكون للحصوة هذه مرة ثانية؟ أنا قلت حق المريض عسى خذوا الحصوة عقب ماشالله والحمد لله خذوا الحصوة لماشالله وحللوها وراني التحليل اطلعت حالة حال أغلب حصوات أهل الكويت وأهل الخليج عموما حصوة الكالسيوم اللي فيها أكسالات هذه الحصوة ما راح تدوبها هذه الحصوة يامت تم وتكبر بالجسم أو أنها اللي سهل والمريض يعديها تكرم مع البول فقلت حق المريض لأن حصوتك حصوة كالسيوم شان يقول لي أكيد لازم ما أكل جبن لأنه فيه كالسيوم قلت له لأ شوف كل معلوماتك غلط طبعا بأسلوب يعني علمي قلت له لأ الكالسيوم ما نغيره بالدايت إحنا نتعب على كمية شرب الماء اليومية نقلل من ملح الطعام نروح ندور الأكل اللي فيه أكسالات وايد ونستبعده ونستبعده نقلل من أنا والله يا دكتور رحمان يقول حق المريض لا تقطع شيء أخاف تكرحني صح لو قزالات مثلا بالككاو بالشاي وبالمكسرات قلل يا أخي لي النص قلل هالكميات لي النص أما الماء عليك بشرب ماء بكمية كبيرة آه ياك المريض وسؤالك السؤال اللي قال لك دكتور شيء شرب ما يفيلتر ولا بطول ما يصحه هذا أكثر سؤال نسأل فيه بالعيادة آه صراحة أنا بحثت في أكثر الدراسات اللي تدور في فرق بين ماء الفلتر والماء المعدني ماكو أي فرق أنا ما بي شركات حين يعني يعني يزعلون منك يزعلون بس ترى حق مريض الكلة المريض الطبيعي اللي مانا بيكون حصوة ترى ماكو فرق بين بين ماء قليل السوديوم عالي السوديوم قليل كل ماء زين لذلك أنا أقول حق المريض لا تجبر نفسك لا تحط قواعد حق روحك علشان تضيق على عمرك لا تحط قواعد اشرب ماء إلى أن يكون لون البول شفاف إحنا قاعد نتكلم عن لترين ونص إلى ثلاثة يوميا منظمة الكلة وهما المعنيين بهالموضوع قالوا أنه نحتاج المريض أن تكرم يتبول لترين باليوم فعشان المريض يبول لترين فيحتاج على الأقل يشرب لترين ونص هذا جمعية الكلة العالمية والكالسيوم مش رايق فيه تجدر محمد إذا الحصوة أصلا أنت قلت لنا أن الحصوة عبارة عن كالسيوم وعن أكزاليت أكزالات نعم فأنت قلت لنا مساء وقفوا الأكزاليت طيحنا هذه زي أن الكالسيوم هذا نوقفه نناكله ما تغير ولا شي بالكالسيوم نحافظ على كالسيوم طبيعي لذلك لا تحط قواعد لنفسك بحيث أنه صعب أنك تتبعها حط لك قواعد بسيطة سهلة التحقيق أمورك راح تصير زينة هل في أكل تنصح فيه المرضى يأخذونه لتقليل حصوات الكالسيوم يعني شي يأكلونه يشربونه نوع من أنواع الأكل شوف نحن نحن مو قلنا أن الكالسيوم والأكزالات يتزاوجون يكونون باللورات الحصوى صحيح حمض الستريك هذه السترات الليمون موجودة في الليمون والبرتقال هذه لو تضاف إلى السوائل راح تقلل من امتزاج الكالسيوم والأكزاليت في ذلك أنا أقول لحق المريض ليمون وبرتقال أنت شون تشرب ماء بيتكم اللي يقول لي قلاص يقول حصر ليمون واللي عنده هذا البطل اللي هابين فيه حق أهل النوادي هذا ممتاز منها البطل هذا أول شي يحافظ على البيئة بلا بلاستيك البطول هذه ترسل الزبايل وأنت كرامة اثنين تعرف شكتر أنت شربت إذا عندك نص لتر أنا شربت اليوم ثنين ونص ومنها أنك تحط فيه شوية برتقال أو ليمون تقلل من تكوين الحصوى إن شاء الله دكتور محمد الله أعطيك العافية الله أعافيك تذكر دكتور محمد مريضك الأولي اللي سافر ويا للعوار وهم سافروا اختربت سفرته لو ياك المريض هذا نفسه قبل الله يسافر ياك العيادة بألم شديد شو أنت بتتعامل مع هذا العوار زين ممتاز أول شي أعرف أنه حالته مو حرجة أسوي للتحاليل عشان شديد دكتور عبد الرحمن ما يستير بالتليفون ندق على طبيبك دكتور أنا عندي حصوى ش أسوي ما ينفع خلي أخذ تحالي لك يعرف عندك بدايات التهاب هالوظائف الكلام ارتفع عندك نحن ما نبي نعالج الموضوع ما يطلبه المشاهدون والمستمعون صح محمد أنت مريضك قلت أن يسووا له عملية حق الحصوى العملية الحين تسوونها شق في البطن مثل باقي العمليات أخر عملية تسوت حق حصوى قبل عشرين سنة خلاص الآن نحن في زمن المناظير ماشا الله المريض إذا كانت الحصوى ليس نين صانتي يعني صلبوخة هالكبر تقدر تطلعها وتفتتها وتشيلها عن طريق المنظار المرن اللي قطرة أصغر من الحالب نفسه يقدر يصعد ليل كله ويكسر الحصوى ويرجع شون يكسرها؟ عن طريق الليزر الليزر في أجهزة الليزر الليزر فايبر يكون دقيق جداً يروح حق الحصوى يلمس الحصوى يأما يكسرها إلى قطعة صغيرة وتنشال أو أن يحولها إلى بودر والمريض يبولها بعد العملية أنا اللي بقوله خوف الناس من العملية مو مبرر أنك ما تروح للتعالج حتى موضوع دكارة الرحمن في بعض المرضى يقول لا أنت مو عملية أنت أول شيء لازم نركبك دعامة للحالب وقف عندها عضالة دعامة قلب دعامة قلب دعامة الحالب هذه أكثر شيء يخوف المرضى عضالة دعامة قلب ودعمي ركب الدعامة وتبهذل يا دكتور لا لا أؤخرني على الدعامة هذا إنبوب مطاطي صغير ثلاثين سانتي أولة في الكلة ونهايته في المثانة البولية لماذا تحطونها؟ هذا يضمن أن الكلة تصرف البول تصرف السموم وليس تنسد هذه الحصوة إذا سدت الحالب لمدة ست أسابيع انسداد كامل وظائف الكلة ستدهور بشكل سريع إذا كسرت الحصوة وبقت بقايا صغيرة وما طاحت ستسبب انسداد بعد لذلك الدعامة هذه شيء وايد آمن وسهل يمكن بعض الناس تحوشهم أعراض من الدعامة غالبا تسعين بلي من هالأعراض بسيطة تتلاشى بعد يوم يومين أنا مر عليه مريض قلت لنا الدعامة هذه ما تعور قال تجربت هك على الله فهي تعور ولا لا؟ هذا نفس اللي قلت حق المرأة أنت ترى الطالق ما يعور الحمل تتجربت ولا ما تجربت الدعامة لها أعراض أمانة أعراض تخلي الواحد ما يتحكم بالبول يعني حرقه في أثناء التبول دم في البول غالبا العراض تتلاشى وش كدر تخلونها؟ في بعض الأدوية تقلل من العراض غالبا نخليها من شهر إلى شهر نص كحد أقصى فيه أنواع دعامات خاصة ممكن تطول سنة بس هذه لأسباب أخرى غير الحصوات طيب دكتور محمد لو كانت حصوة بالكلة وكبيرة يعني أنت قلت 2 سانتي لو كانت 4 أو 5 سانتي شو التعاملون معها؟ هذا النوع من الحصوات ندخل على الكلية بشكل مباشر وليس من المجرى البولي السفلي عن طريق ثقب بالكلية حجمها من 2 إلى 3 سانتي وندخل أيضا بالمنظار ما شاء الله منظار بعد بكل الأحوال ما راح نفتح المريض بالمشروط يعني ما قلت تفتحهم كلش خلاص العهد ولا هذا اليوم صار في مناظير مرنة وصار في كاميرات وصار في أجهزة ليزر خلت علاج الحصوات جدا سهل الحلقة جدا ثرية الله يعطيك الصحة والعافية وعسى الله سبحانه وتعالى يبعد ألم الحصوة عني وعنك وعن جميع المشاهدين وكل عام أنت بخير وأنت بخير صحة السلامة أعطيكم الصحة والعافية سالفا من السؤال في حد العيادات التي كنت حاضرها في مستجفى الرازي يعطني بنية عمرها أربع خمس سنين بالكثير ما هو أكثر يعني على جبس حطيتها شعتها ولا عندها كسر في مفصل الكوع صار لخمس أسابيع أو ست أسابيع والكسر هذا من أسوأ الكسور اللي نشوفها في الكوع وكلنا ما نحب نتعامل معها من أصلاً من كثمه يضيق الخلق يعني تكسر هذا طبيعتاً أن يكون مار في مفصل الكوع ويحتاج أدخل جراحة تكسر هذا طبيعتاً بل تكسر تكسر هذا طبيعتاً لكي قمت بك بل تكسر مفصلة تكسر تكسر اشتركوا في القناة